جنة أول لما يعني قامت كده بالسلامة وتكلمتوا معيها تطمنتوا عليها ما حاولتوش تفهموا منها يعني أعتقد أن جنة هيبقى أكتر حد هيفيدنا في السؤال اللي الناس كلها بتسألوا هل اللي حصل ده مقصود ولا مش مقصود؟ سألتوها؟ أه أنا عادت تكلمت معيها وبعدين هي كل اللي صدمها أنها دايما تقول لي أنا أخذت هم عندهم يعني مصطلح كده في الدراجات يقولك أنا فتحت يعني نزلت وروحت شمال علشان تبعد يعني هي نزلت تحت وبعدين طلعت من الجنب بحيث أنها بتعدي البنت التالي هي كانت قدام بعدين نزلت بتعدي بتروح النحية التانية حتى في فيديو أنا كنت جايباه بيوضح الجزء بقى مش الحادث اللي قبل الحادثة على طول حتى لو عرضتوه هتلاقي أن هي بتيجي من قدام بتنزل تروح في النحية التانية ده الفيديو اللي حضرتك بتقولي عليه اه اه هي هنا في قدام ايوة هم هنا بيبدأوا يعملوا سبرينت لو هتلاقي هتلاقي شهد واخداها وراحة بيها الناحية التانية يعني لو أنتوا واللي اتنين اه هي شهد اه هي دي جنة نزلت خدتها اه هي جنة راحت هتلاقي شهد راحة معيها اوكي فالمفروض أن في الحالة دي شهد تروح ورا الاتنين اللي بيعملوا سبرينت يعني هي عنها المفروض يبقى على سبرينت هي سايبة لسبرينت وعينها على جنة اه بتقولي بقى بعد ده بتبدأ انها اه تروح عندها بتقرب منها اكتر بتقرب منها اكتر وجنبها وبعدين بدأت انها خبطها بيدها وكتفها وقالت انها يعني هي يعني جنة قالت فعلا ان هي مسكتها خبطتها بتقولي من كتر ما بتشدني من كتفي اه 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 حتى في فيديو هي ورتهوني بتقولي اسمعي صوتي وانا بصوت يعني اسمعي صوتي وانا وانا بصوت هي هي منفعل اي يعني كل ما بتتكلم عن الموقف بتنفعل قوي يعني طب معينا فيديو موضح ان شاهد بتزقها فعلا او بتشدها منك تفعل ان الفيديو اللي انا شفته اه متباكسل قوي يعني مش مش واضح هو واضح بس ان فيه لعبة بتتقرب من اللعبة التانية اه اه وبعدين بتقع كان فيه فيديو معروض على احد القنوات هما كانوا عاملين كت للجزئية دي اه ومتقرب اه اوي فيه وانا معايا يعني كان معايا فيديو تاني اه 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 لو يعني كان ممكن اه ابعته بحيث ان هو برضو يتعرض اه ممكن ابقى ابعته لكو اه فيه جزئية وهي بتبتبتبتبتب واضح شوية بتزقها فعلا يعني حتى اديها فيديو ده اتبعت لي بانا كنت اه احنا معينا الفيديو ده احنا معينا الفيديو لا دلوقتي هو مش معينا انا كنت عايزة بس ارد على كم حاجة كده اه كان كابتن محمد ابراهيم اه اه مدير الفني للمنتخبات المصرية كان عامل مداخلة قبل كده مع احدى القنوات يعني انا كنت احبا اوضح كم نقطة هو اتكلم فيهم اه بخصوص شهد ودفاعه عن شهد طب قبل بس ما حضرتك توضحي هو موقف الاتحاد اصلا يعني خلينا نمشي كده بالتسلسل حصلت الحادثة موقف الاتحاد ايه من اول ما جانا واقعت وتنقلت للمستشفى لحد اللحظة اللي حضرتك قعدة قدامي فيها دلوقتي بوسي هو اه فيه بيان اصدر من الاتحاد وتقال ان دي اقصى عقوبة يقدر بوقف شهد بالضبط ووقف شهد لمدة عام ما تشاركش في ايه بطرات لمدة سانة محليا اوكي ودني دي اقصى عقوبة يقدر يعملها الاتحاد مع شهد دي دا كان رد الاتحاد فيه النادي عندنا بدأ ان هو يتحرك وكان مشكورين ان مجلس الادارة بالتحرك لجنة وحتى في عمل العملية بتاعت جنة امه بصراحة كانوا متكفلين بالموضوع فيه نقطة بس كابتل محمد ابراهيم اتكلم فيها قال ان هو راح للمستشفى مع شهد لقى ان شهد لقى جنة بتعمل محضر في الشرطة اللي حصل ان اي مستشفى حكومي بتروح فيه بحادثة لازم يعمل محضر باسبات الحادث وبياخد المحضر دا وفيه نقطة شرطة بتبقى موجودة في تنظيم السبات بتبلغ الاسم بالحادث وبعدين كابتل محمد ابراهيم قال ان هو جي على المستشفى مع شهد عشان يطمن على جنة اللي حصل كالقاتي ان حصل استدعاء من الشرطة لشهد وهو كان في الوقت دا بيعمل حفلة تكريم وانا بعت صورة للتكريم حفلة تكريم دا اليوم الحادثة يوم الحادثة في تكريم لشهد وهي واقفة بتاخد المدليات وكأن شيئا لم يكن وكأنها معملتش حاجة وان شهد انا جايبة الصورة هتلاقي شهد وقفة ومبتسمة وكأن ما فيش اي شيء هي اللي وقفة لفسها ازرق على اليمين دي وكأن ما فيش اي حاجة فهو قال برضو ان جنة علقت الموضوع كله حيجي في انها هتعلق دراعها ست أسابيع وكسر التركوة دا شيء عادي احنا عنده ست لعيبة عندهم كسروا تركوة وجاب فيديو في عشرين حد بيبقى فيهم تلاحم وان التلاحم دا شيء طبيعي مفيش بينهم اي مشكلة انا عايزة اقوله ان لما بيكون في عدد كبير في وسط لعب كل لعب بياخد باله وبيحاول يبقى كير بنفسه وبصحابه علشان ما يقعش لكن المشهد هتلاقي فيه كل اللي موجودين في السباء في المقدمة او على الفنش هما أربعة اتنين مشيوا واتنين فضلوا ليه ليه يبقى فيه التزاحم ليه يبقى فيه تلاحم ليه أصلا يعني ليه هبقى اتخذت غدر يعني الموضوع فيه غدر فيه تخوين ان انا اعمل حاجة في اللي قدامي طيب قبل ما حضرتك تكملي احنا معينا على الهاتف أستاذ خالد مصطفى مدير اتحاد الدراجات أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد أهلا بيك يا فنز وأهلا بمشاهدينك العزاء أهلا بحضرتك من أول طبعا يعني الفيديو كان مزعق جدا ما كناش نتمنى خالص ان احنا نشوفه خصوصا لما تبقى بطولة جمهورية تعليق ايه حضرتك على الفيديو وعلى الحدسة بشكل عين الحقيقة دي واقعة مش حرارة ديه ده التحام نتيجة الهوى وهم في الدراجات في قانون بيقول في الدراجات ان بيبقوا الان اللعيبة لما بيبقوا اتنين لوحدهم بيبقوا ملحمين بعضهم انت لحمين مع بعض ده شيء طبيعي ده شيء خني في رياضة الدراجات عشان الهوى مع سرعة اللاعب بيبقى دائما وأبدا الاثنين بيبقوا وراء بعض بس اسمح لي يا أستاذ خالد يعني احنا شفنا الالتحام ده حصل بس ما بين جنة وشهد يعني اللاعبتين التانين اللي كانوا جمعهم ما كانش فيه التحام لا كان فيه اتنين كمان في المقدمة ما كانوش ملتحمين بقول لحضرتك يا أستاذ خالد ان احنا الالتحام ده شفناه بس مع جنة ومع شهد يعني كان فيه اتنين كمان في المقدمة كانوا ماشيين بعيد عن بعض ما كانوش لازقين في بعض زي جنة وشهد ايوه ده طبيعي يعني في الدراجات مش كلهم كوبي بيبقى فيه اختلافات في التصرفات ببقى مع بعضيهم اتنين ماشيين مع بعض عشرة ماشيين مع بعض يعني فنيا ده طبيعي جدا مفيهاش اي مشكلة مفيهش متصابس بيبقى ماشي الواحد اللي اذا كان اللي اذا كان هو في المقدمة قوي فرق عنهم بخلص بيبقى الواحد انما فيه هم الاتنين قريبين من بعض لان مستوهم قريب من بعض ففي طبيعي انهم يبقوا جنبوا بعض وارد طبعا ان دايما حصل بيبقى روح بعض دايما عشان سرعة الاوى ما تقصرش فيهم ده فنيا يعني ده تكتب في لعبة التراجات وارد طبعا ان فنيا طبعا يبقى ده حصل واكيد بيحصل قبل كده كتير وهيحصل تاني يعني حضرتك دلوقتي بتجزم يا استاذ خالد ان اللي حصل ده ما كانش مقصود وان ده خطأ فني حصل هقول لحضرتك حاجة هتطرد ان انا شاهد انا متأهلة للالولمبياد ويعني ومسافرة ليه هعمل كده التنفس بتاعي مش هيبقى قوي وعايز اكسب لان عايز اطلع بوق انا خلاص اللي واضح برضو في الفيديو يا استاذ خالد يعني بيبين عكس كده وكمان يعني انا معايا هنا استاذة نسرين والدة جنة بتقول ان في فيديو من الفيديوهات مبين وشاهد بتزق جنة بتوقعها من على الدراجة مش بتزق شاهد كانت معاها جنبيها جنبيها وهي بيجوا مع بعض بالسرعة اللي هم عليها الهوى خبط خبط شاهد فاختلت اختلت توازنه اختلت توازنه فيبان ان هي رايحة عليها انما هي مش رايحة عليها لان دي قال اتنين على الجذون بتاع العجل بس من الامور الشائكة كمان يا استاذ خالد يعني انا لو في سبق وغصبا عني بدون قصدي وقعت متصابقة معايا واكيد الوقع جمدة يعني حصل كسر في التركوة والبنت عملت عمليا اقل حاجة عاملها ان انا ابص لو حتى مش هعرف اقف عشان انا في سبق مفهوم بس اقل حاجة هعملها انا حتى هلف براسي اطمن على صاحبتي اللي وقعت لكن احنا شفنا في الفيديو ان شاهد ما بصتش عليها ولا وكفت كملت عادي جدا حضرتك بتقولي الوجهة النظر دي وحضرتك قاعدة ما فيش اي انفعال في الملعب ما فيش حماس ده شيء طبيعي اللي حضرت بتقوليه ده رد فعلي انساني مالوش ألاحظ وهي اللي هي تقصد والحماس واخدها انا هتكمل سبق بتاعها طلعا صادل لها شوية ودخلة يعني دايما انا اللي عرفه ان دايما الانفعال الانساني بيتغلب على اي نوع من الانفعالات الاخرى لانه بيبقى نبع من جواك بيبقى كده لا لا ده غير مقصود بالمرة وهي مفيش اي مشكلة او لما السبق ثالث رايخين يتطمنوا عليها على فكرة حتز ان السبق يقف او اللاعب يقف عشان يشوف اللاعب التاني دي مش موجودة في التركات مش موجودة على مستوى العالم مش عندنا احنا في مصر بس لا لا ده على مستوى العالم السبق بيكمل بل بالعكس بيدوسوا على بعض بيدوس عليه عشان يطلع يكمل انا معايا هنا استاذا نسلين لو حدوك شفتي السبقات اجنبية من دول العالم من ايطاليا فرنسا المانيا سويسرا كل السبقات بيحصل فيها تصادم اكتر من كده بمراحل بمراحل وبيكملوا عادي جدا لازم يكمل السبق بتاعه ومفيش حاجة اسمها في قانون الدراجات انه يوقف السبق الحكام موجودين لو الشيء ده غلط كان وقف السبق انما هو لا ده شيء طبيعي بول طيب هي شاهد احنا طبعا كلنا شفنا البيان اللي طلع من الاتحاد بوقف اللاعبة شاهد القانون بيقول توقيع غرامة على اللاعب اللي متسبب في اصابة لعب او وقوع لعب بايه بشاطب نتيجة اللاعب المتسبب صبت النتيجة بتاعته في السبق ده يعني كأنه لم يكن كأنه ما شاركش في السبق نعم كأنه ما شاركش في السبق اصلا بالضبط بالضبط بالنمرة واحدة او او وقت ايقافه كما يتراقل للاتحاد المعني او غرامة مالية ومتدرج في الغرامة العقوبات اللي اتفردت على شاهد ايقاف سنة محليا من سبقات الطريق صبت النتيجة بتاعتها اللي اتفردت على شاهد غرامة مالية اتفردت عليه طيب عندي سؤال لحضرتك يا أستاذ خليد يعني تقريبا احنا بنتكلم على ثلاث عقوبات موجودة والثلاث عقوبات اتفردت على شاهد ليه ليه الثلاث عقوبات مش حتى عقوبة واحدة تتفرد على شاهد لو دي مش حادثة وحضرتك بتجزم ان ده التحام بيحصل في ساب الهوى وبيحصل في كل السباقات لردع اي حد في السباقات انه يبقى لازم تكير اوي 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 للردع في عقوبات تتفحض للردع بس انا افرد ثلاث عقوبات لمجرد الردع وعشان نقول لأهل اللاعبة ان احنا معاكم اقصى لعقوبات اتطبعت على اللاعب حتى وإن كانت جيما يقال ان هي قصدة لا اتطبع لها ثلاث عقوبات ورغم ان هي متعمدة دي مش موجودة لان اقديها اللي اتنين على الجدون يعني اقديها ماسكة الجدون كوعها هو الخبط يا استاذ مستفى ما كانتش مسكة الجدون تفضلي ما كانتش مسكة الجدون في منهم فيديو موجود ان هي بترفع ايدها وبتضرب جنة في كتفها اكتر من مرة وبتمسك جنة من درعها وبتحدفها في الارض وبعد ما تأكدت ان جنة وقعت ثابت ومشت خلاص هي عملت قدة المهمة احنا بنحاول نجيب حتى الفيديو ده دلوقتي يعني لو الفيديو ده موجود ما اعتقدش ان فيه حاجة تانية نقدر نقولها يعني ده خلاص هنبقى كده تب اتأكدنا ان دي حدسة مش وقعة زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم تابع برامجك المفضلة واحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الان او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة